اهلا بكم معنا النهاردة في قناة الفرسان الزراعية هنتكلم في موضوع مهم جدا موضوع الناس كتير او في التكلم عليه في مصر موضوع الازولة واتشرفنا بالباشمهندس فايد البلتاجي الخبير الاستراتيجي في الموضوع الازولة في مصر اهلا بحضرتك يا باشمهندس اهلا بيك اهلا بيك اتشرفت بحضرتك جدا 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 والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 الناس كتير او تتكلم فيه في مصر ان هو موضوع الازولة تمام ان شاء الله بإذن الله ما هكون وان شاء الله نشرح للمشاهدين كل حاجة بإذن الله وانا كمان عايز افهم موضوع الازولة ده معك باشمهندس بإذن الله ان شاء الله يا رب نتمنى اللي احنا نفيدي الناس ونقدم حاجة كويسة للناس وعايزين نوصل لهم موضوع الازولة ده اللي انا مش فهمه برضو وعايز افهمه مع الناس اللي موجودة هنا معنا في مصر في الاول يا مش مهندس في ناس كتير من اخر ظهور لحضرتك في التلفزيون في احدى القناة الفضائية اللي حضارك ظهرت فيها كنت بتتكلم برضو حضارك على الازولة الناس بتسأل متى تنشأت في مصر وازاي دخلت مصر الازولة وازاي نقدر نفيد الناس ان هما يستخدموا الازولة كاستثمار على نطاق واسع موجود في مصر بس قبل ما حضرتك تجاوبني هنطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني موسيقى رجع نالك تاني مع المهندس فادي اللي ان شاء الله هنطلع منه باستفادة عظيمة النهاردة عن الازولة بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة الازولة داخلت مصر على حد علمي كان فيه واحد اسمه مهندس سلمان في مزارع ودل نوترون مصر اسمه كندرية سنة حوالي تلاتة وتسعين ستة وتسعين وكان جايب مع الازولة دي من الهند هو جاي وبعدين عمل مزرع هناك استثمارية كانت كبيرة يعني اعتبر شبه اوتوماتيك يعني ما كانش بيحتاج عماله كتير عشان توفير سعر الازولة تبقى سعرها رخيص تكريفيتها قليلة جدا وكان هو جايب عماله بارده حتى معاه وكان جايب من بارده كان جايب عماله من الهند عشان هي طبعا هما كانوا عارفين نظام الازولة وزراعيتها وكده فيساعدوه على ان هما اللي هيشتغلوا في الكلام ده واقعدوا معاه فترة بس طبعا هو ما كملش بسبب عدم نجاحه في مصر محربة مصانع الاعلاف ليه والناس طبعا اللي كانوا متخوفين منه يعني عملوا معاه مشاكل جامدة قوي قوي لما خلوه قفل رموله سموم ورموله حاجات في الاعلاف عنده وموتوله مواشي وحاجة كده لغاية ما خلوه ترك المهنة ورجع تاني الهند تاني ما كملش في مصر هو لما جاء مصر راح كان طبعا عشان ياخد موافقة بيها يدخلها في انطاق العلاف وكده فلازم عشان ياخد موافقة مبدئية بترخيص يعني وكده فكان قدم عينتين عينها لوزارة الزراعة اللي هو البحث في القاهرة وفي المنصورة عشان ياخد الموافقات وكان اللي خاد الموافقات وبدأ يشتغل ودخالها في اعلاف واشتغل بس طبعا المحربة اللي حصلت ديت دمرته وانا الحمد لله وصلت مع المهندس اللي كان معه مع المهندس سلمان كان المهندس اسماعين والحمد لله يعني وصلت التصورات للمزرعة وبرضو حاولت عمل كروكي وان شاء الله هنبقى نقدمه في حلقة عشان ابين لكم نظام الاستثمار الواسع اللي يوفر يخلي تكلفة الازولة زهيدة جدا لان العمالة هي اللي بتدمر المشاريع بسبب غلو العمالة بترفع تكلفة جميل اوه تمام تمام يا بشوانس يعني بشوانس ممكن بالازولة ده نستغنى عن العلف في مصر يعني ممكن يوفر لنا فعلا كمية الاستثمار الكبير قوي بالنسبة للعلف اللي بنستخدمه هو هنستأذن حضرتك تفاصل وهنرجع لكم تاني رجعنا لكم تاني مع البشموعة النسفية دي اتفضل يا فنم اه بستو حضرتك بالنسبة للفلاح العادي البسيط او للناس في البيت او فوق السطوح او في الجناين بيقدر يعمل بطريقة بسيطة جدا اه طبعا الاول بالاول لو الارض مش حفصة للمية لو ارض زراعية بتحبس المية مش محتاج مشمعة مش محتاج من شمعة خاصة بس اهم شيء في الموته دي برضو المشاهد يخلي بالو منها الفلاحين اللي بتزعى في اراض زراعية لو هيزعى في ارض زراعية وهيكون ليه جار بيزع زرعة بكتر المية او ارتفاع منصوب المية لو زير في الارض هتضر الجاره شمع عشان ما يعملش مشكلة مع جاره عشان ده بتزعى للناس اللي بتعمل مساحات كبيرة في اراضيهم لان طبعا اول ما بيعمل حط زغير بيليق ناجح ويبدأ يكل منه ممكن بيقلب الارض كله بتاعته ازولة. تمام. فلو جاره بيزدع زرعة ما بتحبش المية. تمام. يبقى في احسانها ديشان يعمل المشمعات عشان جاره ما يتضرش. تمام. او يعمل اليه المجاري اللي هي الصرف. تمام. بينه وبين جاره على ان ايه يسرف المية الزيادة. تمام. دي اول نقطة. تمام. فبالنسبة بقى اللي هيشتغل بالمشمع بيحط المشمع بيحط تربة زراعية في حدود خمسة سنتي. ويفضل ما بيقلش عن ثلاثة سنتي. من ثلاثة لخمسة سنتي. بعد كده بيحط الكل متر ربع كيلو روص مواشي يكون متحلل. ولو حط روص مواشي مش متحلل الحوض هيعفن. تمام. لازم الروص المواشي متحلل ده بيكون مرمي في الشمس وفي الجو كده بيعاد على السنة. يعني المطر نزل عليه كما كزا مرة. وحصل تحلل لي. تمام. بقى زي ان الموازك زي من آدم لما بيموته بيتحلل برضو الروص بيتحلل. ده متاح باشواندس موجود يعني. اه بيبقى موجود عند في المزارة وعند الفلاحين. تمام. اللي بيربهم. تمام. بيبقوا حطينه كوام قدام المزارة عندهم في البرة. تمام. فسبي عد عليه سنة واتنين. بينزع عليه المطر بيبدأ الدود بيبدأ يكله بيبدأ يتحلل بيبقى بتيجي موز مطكن الطن تلاقيه في حدود نص طن. تمام. تمام. فده ما بيتحلل بيبقى زي التراب. ده بيبقى فيه جميع الكزمة الغذائية بيبقى زي الفورم كومبوست. تمام. لما بتحط بيبقى النبات بيمتص منه الغذاء ما بيحصلش عفونة. تمام. لكن لو حطوا من غير ما يكون متحلل. يبقى الروص ده هيتحلل ويتخمر ويعمل زي الريم ويقوم عامل عفن في الحوض وبيضمر الأزولة. اه بيعمل عفن لقدور الأزولة وبيضمر الأزولة. تمام. فيقولنا ده ما عندوش او مش متأكد بيجيب زبلة حمام اللي هو بتاع الحمام. تمام. بتاع الحمام بنحط ربع كيلو بس على المترة عشان بيبقى حامي ما يحرقش الأزولة. تمام. بتاع المواشي لو متحلل نص كيلو. تمام. بيتحط وبيتحط خمسة جرام سوبر فوسفات خمسة جرام آآ كابرتات النحاس. كابرتات نحاس احنا بنحطها عشان لو فيه قطئي فطريات. او ديدان او حشرات او اي حاجة في الحوض. تمام. تمام. يقوم ما يحصلش معايا مشاكل. تمام. يعني فعلا دلوقتي هنقدر نوفر نسبة علف كبيرة جدا بانتاج الأزولة. صح يا شماندس؟ صح طبعا. بس بالنسب معينة. طب انا لو عايز اعرف النسب والاستادة المشاهدين عايزة اتعرف النسب. لا ده هي طول شرحها ده عايزة حلقة حلقتين لوحدها. تمام. لان كل حاجة من الطور او المواشي لها نسب مش زي التانية. يعني المواشي لها نسبة الاغنام لها نسبة. نسب متفاوتة. اه متفاوتة. فهدي عايزة لازم جدول والنسب نشرحها حتة حتة. هتبقى صعبة كده عشان انا يخايف بس المشاهد ياخد المعلومة غلط وينفذ. تمام. وتعمل له مشكلة. فعايزة لازدي عايزة يعني يكون معانا وقت ان نشرحها بالتفصيل. ان شاء الله. ان شاء الله في حلقة الجودة. زي بالزبط بشمهند السلمان ما كان عاملها. قبل ما حداك تجاوب على السؤال يا فندم. احنا ااخد فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مع المشمهند السفادي. عايزين بقى يا فندم تشرح لنا موضوع ان احنا نعمل مزرعة انتاجية للازولة عالية الجودة زي بالزبط مزرعة البشمهند السلمان. مزرعة البشمهند السلمان كان عاملها نظام زي نظام مزرعة اوتوماتيك بيضاوي. بس طبعا اول مشكلة برضو ان الزبون يعني الوقت المشاهد مش هيستوعب المنظر. انا هحكي بس كده تفصيل بس ان شاء الله في الحلقة الجاية اللي وعدت هنا بيها. هعمل لك مكت كده يعني شكل تقريبي للشكل ده. هداك هتوعدنا بحلقة تانية ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله حراتك انت انا بنتكلم في الموضوع المزرعة دي مع الحاجات للحلقات ان انت قلت عايزة بتاعت الكميات والكلام ده. اه لان المزبون المشاهد مش هيستوعب الشكل هو كانت المزرعة بتبقى برعا بيضاوي بتبقى ليها اللبات وليها سخينات شمسية ودوران اوتوماتيك بريش اه وبعدين بيبقى اللم قالي مش يدوي. لان طبعا المساحبة تبقى كبيرة. طبعا اللم اليدوي بياخد وقت وبياخد عمالة كتيرة. فبيبقى صعب. فان شاء الله انا هجهز لكم اه مكت بالشكل التقريبي. طبعا. وان شاء الله اه هنوره لكم في الحلقة اللي جاية. وان شاء الله برضو انا هبقى اعمله فيديو عندي برضو في القناة عندي. على ان تفصيلي بقى لان طبعا في القناة برضو عندك في الحلقة. مش هياخد وقت جامد للشارح. اخر السؤال معنا النهاردة برشواندس بس يعني هنقول له حضارك عليه. احنا بالنسبة لك المشاهد العادي او الفلاح البسيط او 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 انا انا مثلا عايز اعمل الموضوع الازولة ده في بيتي في اي حتة بالطرق البسيطة. هل ده في متاح النواء فعلا كده. متاح سهل جدا. بس هسترزن حضرتك. قبل ما حضارك تجاوب علينا هنزلط لعفاصل وهنرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مع البشموه النسفاني. اتفضل اهم شيء ليكون اللي بيزع لأول مرة يكون درجات الحرارة لا تقل عن عشرين. تمام امفروض يبقى من خمسة فوق الخمسة وعشرين. بس المية تقلش عن عشرين. الزراع اول مرة. لان الساعة المية انت ممكن يكون الجو عشرين. بس المية تلاقي درجة الحرارة تمانية. تمام. فقت النهار ده ما بتحط النبات في مية ساعة بيقف النمو. تمام. فالنبات لما الوقت الجدوره تقع. والنمو يقف يعني هيعيش خمس ست ايام اسبوع من غير تغرزة. لان الجدور واعت. تمام. وما فيش نمو جديد. عشان الجو ساعة. فالنبات بيقوم يضمر يضرب بني يضرب سود ينشف ويموت. تمام. فعشان كده مش مستحب زراعة في الوقت الساعة. اللي بيزرع في الوقت الساعة وعشان مضطر بيكون بيعمل لها صوبة. تمام. بيغطيها. المهم ما يخليش البرد للساعة. يعني هو ممكن زراحها والجو حلو. ايجا بوك يومين ثلاثة الجو ساعة. بيجم شمع ويقوم يغطيها اخر النهار. عشان الساعة بتاعة الصبحية بتلسع زي النار. فيغطيها والصبحية لو الشمس حلوة بيشيلها. تمام. لقى الجو همكمل اليوم ساعة في خليه برضو بغطيها برضو عشان ما تتلاسعش. تمام. لغاية اما الحوض يتمانى. ويفضل للزراع اول مرة لو الجو ساعة بيحط تقريبا في حدود كيلو لكل متر. تمام عشان تغطي بسرعة وينجز عشان تغطي بسرعة ويتدفي نفسها. تمام. لو الجو ساعة ممكن نصف كيلو. تمام. تمام. ايه طبعا لو بيحط الزريعة قلنا الجدور بتاعتها بتسقب بيبقى طالع جدور. بيستنى بقى حسب بقى فترتها والمساحة وحسب الزريعة اللي حطتها. المفروض لو حطت نصف كيلو الكيلو بتقعد معا تقريبا من عشرة يام لخمسة شهر يوم. تمام. بعد ما يملأ المساحة المساحة ما بتتملى بيبدأ يستنى لما النبات بقى يبدأ يكسف. بيبدأ النبات الاول بيبقى بعيدة عن بعضه لما بيقرب 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 من بعضه خارس بعد كده بيبدأ يزقل بعضه لفوقه. لما يبدأ يزقل بعضه الفوق ده ويطلع فوق بعضه كده احنا جاهزين للجمعة. تمام. يبدأ العميل بقى يبدأ يجمع ما بيفضش الحوض لان فيه ناس تقولك ايه بيفتك ان خلاص كده يوم لاممها كلها واستنى اتطلع طبعا في المشبش لو طلعت. طبعا اه هو بياخد ربع الحوض. تمام. في نفس الوقت هو بياخد بياخد من جميع الاجزاء ما ياخدش من جنبه واحد. تمام. يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عشان النبات يسيب مسافات يبدأ النبات ينتوك تاني يلاقي مساحات ينتوك تاني ما يطلعش بعضهم. تمام تمام. لان لو سبت مساحة فاضية 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 تاني يوم هتلاقي فاضية. إلا لو الهوا بقى زقها زقه داخل. ودايما تحاول تاخد من النحية من النحية اللي هي ايه اه اه عكسة اه الرياح. تمام. يعني مثلا الرياح لو جاية مثلا من الشمال اخل انت من الجنوب. تمام تمام. الهوا كده هيزقها لها. عكس انت جاء الهوا. اه لكن انت النهار ده خدت من الشمال. والهوا بيزقها على الشمال. فالهوا مش هرجع لك كده تاني. بالضبط. فانت تاخد من هنا فالهوا هي كسارة. ودايما تاخد قلنا زي ما يقول ايه. تخفف. تمام. من جميع. بس سيبش مساحات فاضية. فاضية. عشان المساحات الفاضية دي تاني يوم هتلاقي فاضية. لان النبات مش هيمشي. تمام. مالوش رجلين هيمشي يروح لك فيها. تمام. فاحنا بنوسع على ان ما يزيد يبدأ من الفراغات اللي انت سبتها. تمام. وحنا بنزلين فيديوهات بطرق اللم. ممكن يشوفوا اللي برضو المشاهدين يخشوا على القناة عندنا. قناة فاضية البلتاجي. ويشوفوا المشاهدين يشوفوا قطرة اللم. وما يسبش مساحات ازاي فاضية. تمام. تمام. اه برضو ما بنحبش نحط. فيه نقطة برضو ما بنحبش نحط. اللي هو زبل بتاع الفراخ او البط اه في الاول. لان بنسبة الملوحة تبقى عالية. عالية. فيه شوية. تمام. فممكن يعمل لي مشكلة اسمها الواجه الزجاجي. تمام. على وش المياة كده تلاقي حاجة كده المياة عاملة زي الازاز. اه. اه. دوت بيمنع نموه الازولة وبيحرق جدوء اللي هو الطروف بتاعة الازولة. ده مش مستحبة يعني. تمام. تمام. فهو كده هوت ان شاء الله هتبدأت لي معاه ويبدأ يخفف. وبعد كده بيبدأ يجهز حاجة اسمها المحلول البيولوجي. طبعا دي مش هنقدر نحك بوقت عشان تاخد وقت. اه. بالضبط. فممكن برضو يخش على القناة عندنا يشوف طريقة عمل المحلول البيولوجي. تمام. اه بيجهزوا. اول ما بيزلع بيبدأ يجهزوا. لان المحلول البيولوجي بياخد معاه من 10 و 15 يوم. عشان بعد كده كل اسبوع بيحط كباية من المحلول البيولوجي ده على كل متر. تمام. مع معلقة مولاس. تمام. مع مع معلقة مولاس. مع تلاتة جرام اه سوبر فوسفات. تمام. ده عشان اه طبعا النبات بيطلع انتاج غزير. فبي بيمتص الكيمة الغزائية من المية. فانت لو ما والدش بالتغذية تمام. حتلاقي النبات بعد كده معك صغر وصفر وما فيش تغذية عشان يسحبها. تمام. فانت لازم توليه كل سبعة ايام بتزود له تلاتة جرام سوبر فوسفات مع علاقة مولاس. اه كباية من المحلول البيولوجي. في ناس ما بتعافش تعمل المحلول البيولوجي. بتنقع. اه بقى بعد كده بقى اللوة بتاع الحمام او البط او الفراخ او المواشي. بتنقعه في جردل بس طبعا بتاع المواشي بالذات. اه. لو مش متحالل انا هيعمل عفل. هيعمل عفل. بينقعه يوم ولا حاجة او الاتنين. وبياخدوا المية بس بيحطها. والروس والحاجات اللي تتبقى التقيلة دي. تمام. بيحطها للاشجار العادية. تمام. تمام. فدي دي طريقة البسيطة للاي حد من المشاهدين يعملها عنده في البيت. يعني نقدر يعني نقول للسادة المشاهدين ان الموضوع سهل جدا. سهل بسيط جدا جدا جدا. وحضرتك بسطته لنا جدا جدا. لا بسيط جدا جدا. واه احنا مش هكين نقول له حضرتك ايه بصراحة في بساطة حضرتك. الله يحدي. وساعة صدرة حضرتك ايه. ان شاء الله اتفعنا مع حضرتك. تمام. ان شاء الله هنعمل اه حلقة كاملة متكاملة عن اه انتاجية الازلة الاستثماري. ان شاء الله. في مصر. بيزن الله هجهزلكم مكت ان شاء الله. وهاه عشان بس يعني ايه. طبعا بس انا طبعا مش هقدر عامله حاجة فاخرة. تمام. هعمله حاجة كده كده بسيطة كده. بس المشاهد بس يبدأ. يوصل للفكرة. يوصل للفكرة. اه. بزبط. اه. اه. حاملها له كده حاجات بدقية كده. اه. حيعملها له كده بكارتون وحاجات كده بسيطة كده على ان بس الفكرة لما بيشوفها بيقدر يستوعب المنزل حضرك هتوعدنا ان شاء الله بحلقة انا عارف انها هتبقى حلقة كبيرة جدا وهتبقى نفيدة جدا للسادة المشاهدين والسادة المستثمرين اللي عايز يستثمر في موضوع الازولة في مصر احنا معنا باشماندس فادي احنا اتشارفنا بحضرك جدا 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 بك وان شاء الله بحلقات تانية جديدة ان شاء الله نفيدة السادة المشاهدين كلهم ومش عارفين نقول له حضرك ايه واحنا اتشارفنا بحضرك جدا 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 ولا متشكل جدا جدا ان انتو فكرتوا في الناس وعايزين بتنشر الوعلي للناس وان ليس تستفيد يعني احنا هيبنا الناس تستفيد والله ربنا عزك فنك واخنا شربتنا جدا 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 الله يخليك شاكل افضلكم وفي نهاية الحلقة نحب نشكر باشمهندس فادي البلتاجي خابيري لازولة في مصر على ساعة صدره وعلى الاستفادة اللي احنا استفدناها منه احنا والسادة المشاهدين ونوعدكم كل اسبوع ان شاء الله ان احنا في حلقة جديدة مع البشمهندس فادي البلتاجي الخبير الكبير اللي احنا استفدنا منه كتير النهاردة عن انتاجية الازولة في مصر كان معكم محمد جلال المقدم البرنامج